صباح الكل كيفك ميسون؟ شكلك هيك مدفية حالك يعني أجواء الشتاء بحب أتفرج على المناظر بالتلفزيون بس ما أطلع من البيت ما أطلع من البيت مية بالمية مية بالمية حبيبتي ميسون كان في عندك تعليق على إحدى الكومنتس اللي وصلتك على يوتيوب طبعاً صار لها شهر تقريباً من العام الماضي يمكن من شهر 11 بدون ذكر أسامي اللي بدي أحكيه أنه قلم الفلك والأبراج هو مجرد توقعات ممكن تصيب وممكن تخيب هي عم تسألك عشان نوضح للناس هي عم تسألك مثلاً أنه أنا انفصلت هل ممكن أرجع؟ هل أرجع بالزبط نعم فيعني صعب جداً أنا أحكي لك في كثير أشياء بتدخل بهذا الموضوع سبب الطلاق كيف صار التدخل الطرف الآخر هل بده يرجع أم لا؟ شو أسبابه هو لترك؟ يعني ما بقدر أنا أجي أحكي لك هو مش ضرب بالرمل على فكرة ولا أنه آه أقول لك آه رح يرجع لك أو ما رح يرجع لك هذا الشيء كثير معقد وأنا جاوبت على برج الثور أكثر من مرة يعني كنت عم بوجه جوابي لإلها أنه هاي الفترة إحنا كشهر واحد هلأ في تراجع للزهرة كثير من الأبراج أنه ما ممكن تتخذ قرار ويطلع صح وممكن يطلع صح ولكن بنسبة ضئيلة جداً لأنه تراجع الثورة بيأثر على الناس بشكل سلبي بعلاقاتها مش بس مع الشريك حتى بالصداقات وبكل أنواع العلاقات يعني أنتو بتحكوا زي ما منقول بنحكي عن العاطفة بشكل عام بنحكي عن الصحة بشكل عام عن كل شيء بس هذه الحكي مش بدروا يكون مية بالمية بالضبط بينطبق على كل شخص من موليد هذا البرج بعدين لما نحكي مثلاً برج الحمل دايماً أنا كنت أحكي أنه البرج الصاعد أكتر ياخذ من يعني أنت مولودة بشهر مثلاً أنت رهاف مولودة بشهر تسعة برجك العذراء بناءً على تاريخ الميلاد أنا بحكي بناءً على ساعة الميلاد اللي هو البرج الصاعد عشان هيك ممكن يعني شوفي مثلاً أنا وناديا نادية 18-9 أنا 21-9 في تشابه بس كمان في كتير اختلافات بالشخصية بالضبط يعني أنا دايماً بحكي لك أنت ما أخذ من الميزان أكثر كون أنا بنتي ميزان فبشوف صفاتك مثل صفاتها طريقة تعاملك مثلها في اختلافات كثير كبيرة بتحصل بين الأبراج حتى الاسم بيأثر على حياة الشخص يعني نحكي بعلم الحروف علم الأرقام علم الفلك فما فيني أجي أحكي لحدا آه رح ترجع أو رح تطلق أو رح يصير زواج رح يمرة كمان وحدة بتسألني أخوي عليه قضية وممكن رح ينسجن هاي ما تزعله يعني من الميزون إذا ما ردت فسأله ما في إجابة على هالنوع من بصراحة شفقت عليها لأنه حاستها أنه كثير متدايئة من الموضوع أنه ما بعرف إذا كان بدها ترجع أو لا بس طريقة سؤالها كل يوم كل يوم كل يوم والحاحة يعني آسفة ما بقدر أعطيكي أي معطيات تشير للرجوع أو عدم الرجوع لأنه علم الفلك الشيء الوحيد اللي مية بالمية ممكن حتى تسعين بالمية هي مواصفات كل برج ممكن نعطيها صح وبتنطبق على كثير من الناس ولكن الأحداث اللي رح تحصل غالباً إحنا هلأ عم نحكي عن العشر أيام الأخيرة من شهر واحد حكينا عن كل الأبراج فهلأ عم نمشي حسب الطلبات في عنا هون عن الدلو ميسون الدلو هاي الفترة اللي إحنا فيها اللي ضايل شوي ونخلص من الفترة الأولى من الشهر بدي أوصي كل برج الدلو الحالة النفسية اللي عم تمرق على برج الدلو هلأ كثير متراجعة ممكن عم بيشعر بالعصبية ممكن مش عم بيتحمل أي شيء حتى صباح الخير مش متحملها من بعض الناس بتكم تتجاوزوها بكل قدراتكم وكل طاقاتكم لأنه هاي الفترة كثير صعبة على برج الدلو وعلى الحالة النفسية فبرج الدلو الفترة الثانية رح تكون أفضل بي إذن الله على كل المستويات هاي السلبيات اللي عم تمرقوا فيها هلأ رح تزول بالتدريج ورح تنتهي الضغوطات رح تنتهي رح تلاقوا الدعم والحظ خاصة بالمهنة والمال رح تتغير نظرتكم للحياة وتخطيطكم للمستقبل رح تنظروا بنظرة مختلفة اللي رح تخلي اللي من خلالها رح تعملوا جدولة جديدة لحياتكم ترسموا خارطة جديدة لحياتكم رح تكون إيجابية ومختلفة وبالنسبة للعاطفة أرجع وأقول الزهرة بحال التراجع الدلو عم بشعر بعدم الارتياح عدم الشعور بالأمان عدم القدرة على اتخاذ قرار لذلك تأجيل القرارات العاطفية لا الشهر الجاي بيكون أفضل عنا كمان طلب ميسون على برج الجوزاء الجوزاء من أكثر الأبراج اللي بلشت السنة ورح تنهي هذا الشهر بشكل كثير ممتاز بإيجابية عالية المستوى لذلك استغلوا هاي الفترة بشكل جيد الفترة الثانية المزيد من النجاح المزيد من الوصول للأهداف أبواب جديدة تفتح لك ممكن تلاقي أكثر من الفترة الأولى دعم وحظ ورح تكون تلقى الاستماع رح تطرح أفكارك وتلاقي أن الناس عم توصلها فكرتك بشكل أسهل والمطلوب منك أنك تتعامل بليونة أكثر بهاي الفترة السفر متاح للبعض من برج الجوزاء اللي كانوا عم بيسعوا بمعاملة سفر انتبه لصحتك وانتبه من الحوادث البسيطة والعاطفة جيدة على مدار الشهرين عم بيسألوا هون ميسون عن السرطان شو وضعه عاطفيا بوضو كله مركز على العاطفة السرطان هلأ العاطفة تأجيل يعني احنا حكينا من شهر 12 أنه شهر واحد للسرطان تأجيل أولا بسبب تراجع الزهرة وثانيا أنه كثير من برج السرطان سكروا باب أو سكروا كتاب وفتحوا إشي جديد اللي عنده هاي المسألة هلأ مركز بعمل وبيشغلوا فالموضوع العاطفي هلأ ممكن ينحط على جنب لبين ما تتحسن الأمور والظروف المهنية والمالية عند عندك الفترة الثانية رح تظهر بعض الأمور الملحة والآنية واللي لازم تتابعها أول بأول عليك أنه تنهيها بشكل صح وبشكل كامل هاي الشغلتين مفروضة على برج السرطان لأنه إذا ما عملت هيك رح تأخذها معك للشهر الجاي ورح تتراكم عليك المسؤوليات وما رح تقدر توصل لهدف أنت عم تسعى لأله شهر مش سهل على برج السرطان ولكن فيه دعم وفيه حظ وفيه وصول للهدف بحالة أنه أنت كنت عامل احتياطاتك ومستعد لأي طارق يحصل بهذه الفترة المطلوب منك أيضا ما تخالف القوانين أبدا إذا أوجه تحية لنسرين حين عم بتتابعنا هلأ حبيبتي نسرين أنت الأمرة وأنت اللي بتجنني واشتقتلك كتير عم تسأل عن موليد برج الحمل الحمل للفترة الثانية اللي هي آخر عشر أيام من الشهر بديت شهرك بشوية ضغوطات وتراجع وعدم فهم الأمور هلأ رح تتبلش هاي الأمور كلها تنزح وتنتهي ولكن بالتدريج أيضا عندك دعم لحتى تخرج من بعض المطبات اللي رح تواجهها ولكنها بسيطة وبرج الحمل قادر على تجاوزها حتى لحاله بدون أي دعم مشاكل النصف الأول إذا طلعت منها بدون ما تحمل معها أي شيء هاي الفترة رح تكون داعمة جدا وإيجابية جدا وعليك أنه تعمل غربة بالعلاقات الاجتماعية بالنصف الفترة الثانية من الشهر لحتى تبدأ بعلاقات جديدة إيجابية عالية المستوى وأيضا الشعور بالابتعاد عن الصخب عند برج الحمل كثير واردة بهاي الفترة الانطواء والابتعاد لأنه عم بتخطط لشيء جديد رح تدخل عليه بالشهر القادم بإذن الله معنا وقت إيهاب ولا خلص وقتنا أوكي نحكي عن العقرب ميسون العقرب الفترة الثانية رح تتراجع الأمور عندك رح تواجه شوية مطبات عليك الحذر الشديد والانتباه للمعطيات الجديدة اللي رح تظهر مع بداية العاشر أيام الأخيرة من الشهر ممكن يظهر التحديات والمنافسين أيضا بهاي الفترة هي فترة ضاغطة وتتضاعف فيها تزداد فيها المتاعب ولكن برج العقرب قادر على تجاوزها بمضاعفة الجهود والانتباه لكل صغيرة وكبيرة والتخطيط الصح عدم الاستماع للآخرين وعدم تغيير الخطط باللحظة الأخيرة هاي كلها مطلوبة من برج العقرب لحتى تتجاوز بعض الأمور اللي ممكن تمرع عليك استشير ذوي الشأن والعاطفة جيدة على مدار الشهر ميسوم دي أشكرك كتير حبيبتي وإن شاء الله لقاءنا فيكي بتجدد بكرة على خير إن شاء الله ديري بالك على حالك بهالأجواء الباردة إن شاء الله وأكيد لكم كمان مستمعينا ومشاهدينا رجاء دائما اتباع كل التحذيرات الجوية اللي عم تقدمها الأجهزة الأمنية سواء الدفاع المدني أو الأمن العام وأيضا الأرصاد الجوية الأردنية وموقع وسم شركاتنا في عمان تيفي وراديو راتانا ضلوا بألف خير وإن شاء الله لقاءنا فيكم بجدد بكرة الساعة عشر الصباح إلى اللقاء